دكتور ناجي هل الإيمان بالله يتنافى مع العقل؟ لا طبعا الإجابة ببساطة لا الإيمان والعقل يتفقان تماما وفي الإيمان المسيحي الرب عايزنا نستخدم عقلنا فلما نتعامل مع أمور روحية مش هنحط عقلنا على نيوترال وما نشغلوش ده خطر جدا الرب عايزنا نستخدم عقلنا عايزة حط الآية دي للمشاهدين علشان آية جميلة جدا الرب يسوع قال تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل فكرك من كل قدرتك فإحنا محتاجين نحب الرب بمشاعرنا وبقلبنا وبنفسنا بالذات الإنسانية للرب خلقها فينا بس هو بيقول من كل فكرك لحظت أنه حطيتها باللغة الأحمر عم بتفرج على الآية طبعا لأنه الفكر مهم جدا في الإيمان المسيحي فإحنا مش بنعمي مخنا علشان نؤمن بالعكس ده إحنا بنشغل مخنا علشان نؤمن لأن الإيمان مبني على معرفة فأنا ما دخلت الستوديو ده قدرت أعود على الكرسي لأنه عارف أنه هيشيل وزني لأنه عندي معلومات لكن لو دخلت على حضانة وفيه كرسي صغير للأطفال بيعودوا عليه مش هاعد عليه لأن عقلي بيقول لي ده ما يشيلش جسمك فلانا أنا عايز أقوله أن إيماننا مبني على العقل بالإيمان نفهم فالإيمان وسيلة فهم عشان كده عايز نشوف بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله وده الشيء المهم اللي لازم نفهمه كويس علشان كده عايز أوريكم على الصورة اللي قدامنا إزاي مخنا بيستوعب الأمور وإزاي بنفهم فإحنا عندنا خمس حواس بنفهم بيها الحواس دي هي السمع والنظر والشم والتزوق واللمس أي حاجة تقع خارج الحواس الخمسة محتاجين حاجة تانية تساعدنا أن إحنا نفهمها فالله روح فهو لا يخضع للحواس الخمسة اللي إحنا بنعرف بيها الأمور المحسوس والملموس والمرئي وكل ده والمتزوق وكل الأمور دي فالحواس الخمسة دي الله يقع خارجها فالناس يجي تقول لي أنا ما قدرش أكتشف الله في المعمل ما قدرش أحطه في أنبوب تختبار طبعا ما تقدرش لأنه الله روح وعادة يسأله كيف أؤمن بالله الذي لا أراه بالزبط كده هنشوف بقى الله الذي لا أراد أعلن عن نفسه أعلن عن نفسه في الخليقة وهنشوف تفاعل الناس لما الرب أعلن عن نفسه في الخليقة تلقاهم لم يمجدوا الله ولم يشكروا هنشوف ده بالتفصيل وهنلاقي أن الله أعلن عن نفسه في الضمير زي ما حضرتك قلت في المقدمة فضمير الإنسان ممكن واحد شبهه كأنه الويندو كأنه النافذة اللي الضوء بيدخل منها لكن ممكن أنا أوسخ الإساس ده جدا جدا فيدخل منه ضوء قليل قوي فممكن أضيع ضميري لكن لما الضمير بيفوق بتبقى مشكلة كبيرة وبيبقى وفي الكتاب المقدس بيعلم عن أنواع الضمير واحد من الضمائر الضمير أو الذهن الفاسد بالزبط كده بالزبط لكن الله أعلن عن نفسه كمان في الكلمة المكتوبة الكتاب المقدس والأدلة على صدقه وكده دي حاجات كتيرة جدا وعندنا أدلة رائعة على هذا الموضوع والله أعلن عن نفسه في الكلمة المتجسد الرب يسوع فاحنا عندنا الحواس الخمسة اللي بنقدر نفهم بيها الأمور الله يقع خارج الحواس الخمسة فنشوف إزاي نعرفه فمسلا نخد النظر بنشوف في مسافة معينة بعد المسافة دي أنا محتاج تليسكوب عشان يوريني ما أبعد من ذلك بنشوف الأمور الكبيرة اللي قدامنا لكن لو عايز أشوف تفصيلات الترابيزة دي لو عليها دست مثلا عليها بكتيريا مش هقدر أبص بعيني دي مش معنى أن أنا مش قادر أشوفها أنها مش موجودة فمثلا محتاج أنا لميكروسكوب عشان أقدر أشوف الحاجات الصغيرة اللي ما بشوفهاش بعيني المجردة مش معنى كده أن عيني غلط عيني ممتازة بس محتاجة إضافة وده اللي هنحاول نعمله في الحواس الخامسة عشان نشوف بيها الله وكمان الميكروسكوبات دي أنواع ففي ميكروسكوب عدسات صغيرة وفي عدسات أقوى العدسات الأقوى ممكن تبقى إلكترونيك مايكروسكوب الإلكترونيك مايكروسكوب ده الميكروسكوب الإلكتروني ده بيشوف بقى جوه الخلية فيه التفصيلات ايه فيه النواة في حاجة اسمها الميتوكوندريا في حاجة اسمها الريبوزومز قصة طويلة قوي داخل الخلية وهي معقدة جدا حتى الخلية المعقدة دي تؤكد وجود الله الخالق لاني ما بتحصلش بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة ان المكونات دي تتكون مع بعضها لانها مكونات معقدة جدا جدا فانا محتاج اضيف للحواس الخمسة بتاعتي حاجة اضافية تخلينا شوفها الله مش معنى كده اني ان انا حواسي الخمسة مش شغالة لا شغالة وعايز اشغالها بس محتاجة اضافة لو هشوف الفضاء هبص هشوف شوية نجوم بعنايا العادية لكن انا محتاج الى تيليسكوب يوريني حاجات اكبر وبعدين دلوقتي فيه تيليسكوب اسمه ويبر تيليسكوب بيورينا في الفضاء الفسيح جدا 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 فانا محتاج لحاسة النظر بس يمحتاج اضافات عليها والاضافات دي هتساعدني جدا في فهم الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة